أنت على القائمة القصيرة يعني أنت تقريبا رابح الآن بانتظار أن يعلن الرابح في الجائزة العالمية للرواية العربية ولا أسميها البوكر لأن لا علاقة لها بالبوكر ولكن ما أعرف لماذا هناك إصرار على إشاعة هذه التسمية لن أحرجك ولن أسألك عن رأيك بالجوائز العربية لكن سؤالي هل تشعر بأن الجوائز العربية بشكل عام تفيد الأدب أم تشعر أنه لا تشوش عليه لا الحقيقة هي بتفيد الأدب بشكل كبير كنت لسه في القاء صحة في أخير كان بيتكلم عن القصة القصيرة وفن القصة القصيرة والشعر كذلك إزاي عندنا فن زي الشعر بيضمح القصة القصيرة عندنا أزمة فيها إزاي أنه ممكن الجوائز تنقذ الفن ده لا الجوائز العربية بتسلط الضوء على الكاتب بتسلط الضوء على العمل بتعرف القراء بيه في ظل زخم كتير وإصدارات كتيرة في الوطن العربي لا الجوائز العربية مهمة جدا في الأدب فن يعني أنت تمثل على اللائح القصيرة وأكيد هذا شيء مفرح يعني لأي كاتب ولكن سؤالي كان يتعلق إجمالا بالخيارات يعني عندما سألتك هل هي تشوش يعني على القارئ العربي يعني أفكر بالقارئ تحديدا لأنه أصبح القارئ عندنا لا يقرأ عمليا إلا الكتب التي ترشح لجوائز واحد راهب أحب أن أسمع رأيك لا شك الجوائز يعني هي عامل محفز للمبدع بتحقق له انتشار وعالمية ويعني متابعة صار جمهورنا ما بيقرأ إذا ما عنده ثقة مليون بالمئة إنه هذا الكتاب جدير بالقراءة ما مستعدي كامل بالشراء لكن بظن أنه المنح اللي عم تاخده كثير من الجوائز عم يفقدها مصداقيتها يعني من ناحية اختيار لجان أحيانا فقدين مصداقيتهم من ناحية مثلا صار معك أنت كمان مرة أنه ترشحت أو تقدمت الرواية وبتم تنحي تجانبا مش مشكلة بس يعني أنا عندي كمان رأي لما نطرح السؤال أنا تخيفني الجوائز قليلا لكن أفهم يعني أن يفرح الكاتب بأنه ينال جائزة عطول في شي بالإيغو يعني عند الكاتب خاصة الكاتب العربي لأنه يعني مغضومة حقوقه ما في جمعيات طوالنا فيه إلى آخرين ولكن كأنه في شعور أنه يعني في تجين شوي للكاتب من ناحية فيه أيضا يعني قارئنا ليس قارئا متمرسا يعني ليس قارئا مثقفا بالأساس فأحيانا بيحس الواحد أنه هناك مسؤولية كبيرة ملقات على عاطق الجوائز أن توجه القارئ صوب الأعمال المهمة صحيح دون الانتقاص من قدر يعني ومش بس للكاتب يعني أشوفها دايما هي مفيدة للقارئ كذلك يعني فيه زخم كتير من الكتب والقارئ فقد مصدقيته فيه عندنا كتاب كتير ودون النشر كتير أنا كتاب أكثر مع النقر إحنا عندنا مثلا في مصر يمكن حوالي 1200 دار نشر لو كل دار نشر صدرت عشر أعمال أي يعني تخير بقى صح سنوي القارئ إزاي هيعرف الكتاب القيم والكتاب غير القيم مفروض هذا دور النقد دور النقد ودور الجوائز والصحافة الثقافية أيضا ودور الجوائز كذلك دور النقد هو أهم أنا برأيي من الجوائز لكن للأسف إنه بالآخر النقاد يعني هن بالآخر عددهم ما نو كافي ليغطوا العدد الهائل الكتاب اللي عم يطلعوا والروايات اللي فعلا بده وقت طويلة أرى ومنفس الوقت يعني بيظل النقاد أغلبهم هن جايين من النقد يعني نادرين ليكونوا جايين من كتابة الرواية فبالتالي نقضهم ما بعرف لأي درجة رح يكون كافي على كل حال يعني الكتاب كذلك أنا عايز أضيف حاجة بعيدا عن النقد كذلك هو النقد في الأول وفي الآخر قارئ هو في الأول وفي الآخر بيقدم يعني بيستقبل العمل قارئ محتاج ضوء على العمل عشان يقرأه برضو هو ممكن في عمل مختفي وسط مئات الأعمال هو مش عارف يشوفها برضو بييجي هنا دور الجوائز بقى في القاء الضوء على العمل بعد كده النقد ممكن يقرأه يقول رأيه فيه سيء جيد القارئ برضو يقول رأيه فيه سيء جيد طيب نحن هلأ سنقول يعني الجائزة ستصدر نتائجها بعد كم يوم يعني نتمنى له حظ ونتمنى أن تفوز ليدي ميتسي وأصحابها بالجائزة